السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مشاهدينا الكرام واندنا في فيديو جديد واندنا النهاردة فوتبول مانجر موبايل 2020 ببرش الوحى موسيقى طبعا جماعة اخر حاكونا عملناها طبعا ان احنا خدنا كتير جدا والناشئين ريال مدريد بتبقي لسه معانا مبلغ حلو فدي حاجة مش وحشة دلوقتي بقى عندنا مباراة الدولة اي دا انا افتكرت حاجة غبيا عملتها وان انا برضو نسيت اعمل سيف في اخر فيديو بعد ما اشتريت ناشئين ريال مدريد فانا هشتريهم تاني وبعد كده ارجع لكم مع اول مباراة في الدولة طبعا جماعة ارجعت اشتريتهم تاني ابتدي بقى نتعايد معهم بس انا مش يعني شاعد اجبلكم التعايد كل واحد هرجع لكم على طول مع مباراة الاولى في الدولة طبعا معهم هنا في خبر حلو عشان اقدر اجيب كمان ناشئين اقوية تاني من الناس برضو بشروط جزائية ووال اندية ونكتشف المواهب هنبيع سيرجيو روبيرتو ب43 مليون عارف ان هو مبلغ قليل بس سيرجيو روبيرتو 27 سنة وبوراته يعني مش اللي هو يعني هو احتياطي فاعملوش لازم كده 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 كنت هبيعه انا اصلا كنت عرضه للبيع فالعرض جيه وسعر حلو احنا توقعت نوع ايجي بحاجة و30 كده جيت 43 فحل اكسفت على طول سيرجيو روبيرتو بقى مش عايز يمشي برحته وفيه لعبة جدعان اا مجوش النادي طبعا لان الفلوس تاعتنا خلصت من صفقة كوبو فبعض لعبة قدرنا نجيبه والبعض ما قدرناش بس احنا جيبنا الاقوى وجبت الاهم الباقي بقى ده هنبقى نحاول معه بعدين احنا الاول هندور على الاقوى وبعد كده هنشوف يعني اللي احتياطي هو فعلا سيرجيو روبيرتو رفض جبالي هي حاجة متوقعة يعني بس مش عارف ليه رفضها انا مش عايز يرفضها انا عايز فلوس انا مش عارف ليه هو بقى بارد كده متعرفش انا حاول ازود الميزانية بتاعتنا طبعا جماعة عملنا التاكتيكات وعملنا التشكيلة يعني ياريتها يدعان اي حد عارف اي حاجة في اللعبة ياريت يقوللي على طول تمام او عارف صفقة مثلا لو جبناها تفرق معانا مثلا في المستقبل ناشئ بيتطور بسرعة جدا كده تمام فدنا فدنا في الكومنتات كومنت بتاعك بالنسبالي مهمة جدا هتفدني مسلا في اللعبة او حابب انت تدعمني وبرضو دي حاجة جميلة جدا من نسبالي اكتر حاجة واحد بها والله انه واحد يكتب لي كومنت جميل وانتو كلكم جمال انتو كلكم جمال مفيش يعني الحمد لله كلكم يعني بتدعموني بشكل والله رهيب وشكرا برضو على لايقات تعال الفيديو اللي فات على فوتبول مانجر والصنال 13 لايك ان كنتش توقع تقريبا اول فيديو في سلاسل الفوتبول مانجر مسلا من ست شهور ولا حاجة يوصل 13 لايك فتمنى ان احنا نوصل الفيديو ده بقى سبع لايكات مش هزوت كتير عن الخمسة بس خليها سبع مدام عزز المحبين الفوتبول مانجر عندي ذات خلينا نوصله سبع لايكات عشان نسميه بالسلسلة تمام نخش على طول في الماتش طبعا يوميا الماتش طبعا ضد ريال سويداد انا مش عارف هل عندهم لعيب اقوى مننا بكتير ولا بقى بس هنشوف اهو تقريبا دوت قوي اللي هو اه اه كم يلعب فريال مدريد صح ولا ايه وعندهم برضو رقم 22 ده صغار في السن وكتب فكر ان اعجيبه تمام نكملين في المباراة عادي وتمنى بس ان احنا نكسب نشوف صلاح سامده صلاح وفيدال صلاح صلاح جول صلاح جول اول مباراة صلاح يشارك فيها او اول مباراة رسمية صلاح يشارك فيها مع برشلونة يعني والله العظيم ممكن يكون شارك مع المدرب العام دوت ولا مساعد المدرب بس دي اول مباراة يشارك معي انا في مباراة رسمية يجيب جون على طول في اول دقتين يلا رجالة دنبالي ميسي ميسي جو 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 سوارس 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 أكيد عد المدافعين أكيد عد المدافعين مستحيل هو الخربطة دي كلها وجاب جن عادي يعني بصوا في عد هوا شفتوا عد واحد كده في كتفه محدش خدله منها نط على واحد أنا شايف تمام نكمل مباراة على طول دي 37 صلاح فيدال صلاح ميسي صلاح مين دنبالي ولد حلو 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 ركنية على طول مين اللي هيرفع سوارس غريبة سوارس اللي بيرفع لا تقريبا عشو نزبط ركنية والحياة دي لازم نزبطها ماشي مرش مشكلة مين من إحنا كسبانين أول مباراة في الدوري ودي حاجة بالنسبة لي يعني صراحة عظيمة لأن أهم مباراة في الدوري كله أول مباراة تعرف فقط أنت تستمر إزاي أول مباراة وآخر مباراة لأنه ممكن آخر مباراة دي تكون مثلا هتفرق في صعودك آسف هتفرق في بقاءك في الدوري أو صعودك لو أنت مثلا تبري درجة تانية أو حاجة أو هتفرق برضو مثلا في أنت تتأهل لدوري أبطال أوروبا أو تاخد الدوري عادي هتفرق في حاجات كتيرة آخر مباراة وأول مباراة لقد هنمره مهمة جدا طيب عندنا هنا هجمة تانية لنا بس جوات حلو 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 جريزمان سورز يا أهو جريزمان كان نحطها في الجول بس حلو رجال حلو لحد دلوقتي الأداء ممتاز يعني لحد دلوقتي كواسي إن هم عاملين أداء جاسباني 20-0 الشيط الأول بس تمام نحن نجيب الجول الثالث والرابع حلو حلو ميسي ميسي خد فاول ميسي حلو ميسي تمام عطوه الفاول يا رب تبقى هدف لي يا رب ارفعها بقى يا ميسي عمل أي حاجة دخلها في الجول وخلاص يا ميسي مش عايز تتلعب كل ده عشان ياخد كارتة أصفر جرائية كما بيشوفها في الفور تقريبا وفي الأخر ما تلعبش الفاول أصطب حلو والله والله حلو في هدف ليهم من أسف الشديد ويليام خسيه ماشي مفيش مشكلة مفيش أي مشكلة مفيش أي مشكلة ويمن إحنا كذبانين مستمرين في الفوز بس ياريت نجيب هدف تالت يا رب ان شاء الله هنجيب ايدان ان شاء الله أنا والله كنت أفكر اني أنزل بودلة بس بطيت اتوتر قلت بلاش لازم نجيب اتهت ان شاء الله ان شاء الله يلا 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 هو ده سوارز سوارز بس المرادة ما عندش حد اجد المرادة ما عندش حد انا شايفه كان انفرادة تمام يعني المرادة هدف التالت اهو بكل سلام وامان حطها في البعيدة الحمد لله الحمد لله ان الحرس طلع والسوارز عارف يحطها فهو اليوم خطير ممكن جون ممكن جون ممكن جون بس الحمد لله طلع الدربة روكنية الدربة روكنية برضو ممكن جون الوقت الصغر في السن الوقت الصغر في السن تعريبا عنده 17 سنة او 18 سنة خدش وشوفه على طول بعض النطش ده عنده قد ايه ونشوفه هنجيبه 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 ايه يا الله الهدف غير محتسر هدف تقريبا تسلل تسلل على جريزمان تقريبا ماذا مفيش مشكلة دية 270 فوزلينة 3 واحد ان شاء الله مستمرين في النتيجة الجميلة دي هجوم هجوم ايه تاني اه لا دي اعاد من الله افتكرتها تاني يكون انتهاشتين بقى تمام نكمل على طول المباراة دية 80 تمنى الهدف الرابع يا رب يا رب يا رب الهدف الرابع يا رب الهدف الرابع مش الهدف التاني فينا اهو مايكل ويرز بيل تقريبا ويبش عرف اسمه ايه كده هنشوف دلوقتي اسمه مايكل اه اراز söyleyeبل تقريبا كده لا لا بلاش التالت والنبي فينا لا لا اكيد اكيد مش هيخش فينا التالت دلوقتي صح ولا ان شاء الله ان شاء الله مش هيخش فينا حاجة دلوقتي يا رب لا 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 الحمد الله الحمد الله الحمد الله الحمد الله مدفعة الله هيجدعان يعني بطريقة صراحة عالخط بس الحمد الله اهم حاجة ان نخشش فينا جون يلا يلا رجال يلا بصلاح يلا بصلاح يلا 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 ليه كده يمس ليه كده يمس احاول قطة البلدية 93 الحمد لله جدعان خلاص كده حكم هيصفر ايه ايه حكم عايز يخش فينا جون يا حكم قول يا حكم ما تتكسفش والحمد لله جدعان حكم يتلك صفرت نهاية المباراة يعني صراحة الفو الصعب الفو الصعب برضو لازم نعترف نخش دلوقتي على طول على ريال سوداد ونشوف الكابتن اللي جاب فينا جون ده اللي هو أوريزيبال ده مش عارف اسمه ايه ويه برضو نشوف الواد اللي انا قلتلكو عليه صغير في السن ده طب يا جماعة احنا للأسف الشديد ترتبنا الرابع كان نفسي نبه الاول بس ما فيش مشكلة ان شاء الله انا عوض المهم ان احنا معنا تلات نقط اول تلات نقط جبناهم الحمد لله من اول مباراة فدي حاجة حلوة تمام فين ريال سوداد اهم بقى نرجع ريال سوداد تمام الا ده الكابتن اللي جاب فينا الجون اهو البورات بتاعته حلوة جدا ايه دعين فانا كده اضطر ان هحطه في الشورت ليست تمام ودهوت الكابتن اللي قلتلكو عليه اللي عنده اربع سبعتاشر سنة زي انتوا شايفين البورات بتاعته عامل ازاي صراحة نجم 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 انا نفسي اجيبه نفسي اجيبه انا هحاول اعرض عليه كده مثلا ب تمانية ونص مليون اوه لا 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 كتير اوي كتير اوي طيب سواء هنعرض عليه مثلا ب احنا معنا قد اه احنا معنا قد اونتاشر مليون تمام هنعرض عليه كده ونقول خمسين في المية في المستقبل تمام يعني هنجرب هنجربها كده ونشوف ايه اللي هيحصل حداشر مليون وخمسين في المية في المستقبل او لا 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 مش هنخليها صفر في المية في المستقبل او لا 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 مش هنخليها صفر في المية في المستقبل بص اجدعان انا الود اعيزه باي طريقة صراحة فخليها اربعين في المية تمام وندي له العيب كده احنا مش عايزينه اي حد اي حد مش كده ان كل العيبة دي جدعان لعيبة يعني مش ضعيفة سنة كده نشوف ده لا قوي ده طب ده لا حلو ده خلاص خلاص مفيش مشكلة نستنى شوية يمكن اي العيب من عندنا يدبع ان شاء الله او نستنى عادي لانتقالات يناير يمكن مثلا نجلس ادارة ولا حاجة يدينا فلوس ولا حاجة يمكن يمكن ولو احاول برضو اطلب منهم فلوس احنا نخش دلوقتي نجرب كده ان احنا نطلب فلوس طب يا جماعة هنطلب ميزانية الانتقالات ونشوف كده هيوفقوا ولا لا قولهم confirm ونمشي شوية ونشوف كده طب يا جماعة للاسف الشديد مجلس ادارة رفض يقول يعني ان احنا لسا بدقين الموسم وانت اصلا محققتش اي حجم الاهداف يعني على الاقل بقى اطلب لما هتحقق حجم الاهداف وانحنا فعلا احنا الصراحة لسا بدقين الموسم ما كانش مفروض اطلب فلوس ممكن اتضايقوا مني كده بس ما عشي فيش مشكلة المهم ان احنا نحقق الاهداف بتاعتنا اللي انا اصلا مش عارفها فانخش نشوفها دلوقتي يعني منطلوب مننا ان احنا نبقى تقريبا في مربع الزهبي ومجلس الادارة او الرئيس مبسوط مني تقريبا ان انا ضميت محمد صلاح معجب ادائه فدي حاجة كويسة وردو يا جدعان لو في اي حاجة انت عارفها ممكن تفيدني في اللعبة حتى ممكن انا هكون في حاجة يعني ممكن هكون في حاجة انا هنا مش عارف اعملها في التكتيكات مسلا اي حاجة اي حاجة انت تعرفها في اللعبة ممكن تفيد الفريق او يعني مسلا نقدر نجيب لعيب للمستقبل انت عارفه بيتطور كويس اكتبولي في الكومنتات وبردو ما تنساش اللايك عشان عايزين نوصل الفيديو ده لسبع لايكات عشان نستمر في السلسلة واشترك في القرنال واشترك وفعل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد وسلام